توركا هي احدى الدول الثلاثة التي تجري تجارب سريرية للقاحات سينوفاك حيث تجري بعض المستشفيات في البلاد المرحلة الثلاثة من تجربة اللقاح وحتى الان اكدنا الطباء ان نتائجة ايجابية يتوقع المسؤولون الاتراك ان هذا اللقاح يمكنه دخول حيث الاستخدام بحلول نهاية العام محادثاتنا مستمرة مع سينوفاك بشأن اللقاحهم لقد وقعنا عقدا بخصوص ذلك وقعنا عقدا للحصول على خمسين مليون جرعية المتسليمها في اشهر ديسمبر ويوناير وفبراير اذا لم تكن هناك مشكلة واكد المسؤولون على ان التركيا تولي الاولوية لشراء اللقاحات لان البلاد شاركت في التجارب السريرية لها كجزء من التجربة بدأت تركيا ايضا في تلقيح المتطوعين غير الطبيين وبرغ عددهم حوالي ثلاثة عشر الف شخص منذ شهر سبتمبر تم اعطاء اللقاح لحوالي الف ومائتي عامل صحي كما اصبحت صفقة شراء خمسين مليون جرعا من سينوفاك اكثر اهمية بالنسبة لتركيا حيث تواجه البلاد ارتفاعا في حالات كوفيد تسعة عشر